ما ان قررت خلية الازمة الحكومية تخفيف اجراءات الحظر الشامل واعتماد الجزئي في محاولة منها لتخفيف الضغط على كاهل المواطن عادت اعداد الاصابات بفيروس كورونا الى الارتفاع مجددا بعد ان شهدت استقرارا نسبيا خلال الاسابيع الماضية ورغم تحذيرات وزارة الصحة والجهات المسؤولة للمواطنين باستمرار اتباع الارشادات الوقائية وتطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي لان حالات بعيدة كل البعد عن الالتزام والمسؤولية المجتمعية برزت عبر اقامة الحافلات والتجمعات الغير ضرورية ومجالس العزاء وكانت النتيجة تزايد في اعداد الاصابات وتفاقم الوضع سوءا في العاصمة بغداد ومحافظات عدة خلية الازمة النيابية طالبت باعادة فرض حظر التجوال الشامل لمدة 14 يوما على ان ينتهي بعد عطلة عيد الفطر بهدف تقليل نسبة الاختلاط والتلامس بين المواطنين مع التأكيد على بدء الاجراءات الجديدة بعد توزيع منحة الطوارئ المالية على كافة مستحقها دائرة صحة الرصافة بدورها عزت الازدياد في اعداد الاصابات الى استغلال الحظر الجزئي للتزاور وحضور تجمعات وعدم تطبيق الشروط الصحية في حين اكدت وزارة الصحة استمرارها بتقييم الوضع الوبائي في عموم العراق واستعدادها لفرض اي قرار يعزز من عملية التصدي لهذه الجائحة وما بين مد وجه الزر بين الجهات المسؤولة بشأن اعادة الحظر الشامل وبين عدم اقتراث المواطن لخطر هذا الوباء تبقى مسؤولية المواجهة مشتركة بين صرامة الاجراءات الحكومية ووعي المواطن بحجم الخطر المحدق بهذا البلد المنهك سياسيا واقتصاديا وصحيا